وقفة احتجاجية ندمها العجارات من عمال وأسادة متوسطة الأمير خالد بعاصمة الولاية عن تيموشند بسبب ما وصفوه الضغوطات المسلطة عليهم من طرف مديرية التربية وقفون في وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمة الشريسة التي تشنها مديرية التربية على جميع الطاقم المؤسسة عمال إداريين تربويين وبالخصوص على السيدة المديرة هذو كل لجان غير معنيين تماما بمادة الإعلام الآلي حاولوا شوهوا الصورة المؤسسة وقالوا بالإدارة والطاقم التربوي قاموا بتكسير العتاد الإعلام الآلي الرغم أن العتاد موجود من جهتها مديرة التربية للولاية كان لها ردها احنا بالنسبة لنا هذه الوقفة ليس لها أي مبرر لماذا؟ لأن الملف يعني تعالى الأمير خالد هو ملف عادي نعتبره عادي هو ملف إداري يعني محد بين طبعا أو من اختصاص مديرية التربية لولاية عينتي موشند مع سيدة مديرة المكلفة بتسير هذه المؤسسة في انتدار إيجاد حل وسطي من شأنه أن يرضي جميع الأطراف تبقى القبضة الحديدية متواصلة من أمام مقر مديرية التربية لولاية عينتي موشند لقناة الشروق نيوز أمين بالحياة